ومناسبة الكلام عن الأدي الخفية يبرز اسم إبراهيم عبدالله عضو اللجنة التنفيذية لنادي الزمالك يعني أنا شخصين أولاً مش عارف إيه هي اللجنة التنفيذية المسمى ده مش عارف ليه بيفكرني بالإكسبريشنز الأديمة بتاعة الحزب الشيوعي يعني إيه لجنة التنفيذية أنا مش فاهم لكن نقول إن الأخ إبراهيم عبدالجواد دأب في الفترة الأخيرة أنه يظهر أمام كاميرات التلفزيون وفي كل ظهور لإبراهيم عبدالجواد بيفتعل أزمة وبيصدر أزمة لمجلس إدارة نادي الزمالك وبالتالي لجمهير النادي الزمالك آخر هذه الأزمات اللي سببها أنه كان قال إن مجلس الإدارة هيوقع عقوبة شديدة جداً على جنش وعلى جميع لعب الفريق طلع رئيس النادي أو رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك اللي وقع ماد عبدالعزيز نفى هذا الكلام وقال مع دناشت الكلام ده قبلها بيومين طلع في حلقة وتكلم عن عقود لعب اليد وعمل ما يشبه التسريب للأرقام اللي بيحصل عليها لعب كرة اليد وقال إنهم خدوا حقهم كاملة وللأسف طبعاً ما خدوش نص اللي موجود في العقود أنا عايز أسأل هو الراجل ده ماسك عليك وزلة في الزمالك هو أبراهيم عبدالجواد اللي مشي قبل كده برغبته ورجع أيضاً برغبته هو جزء من النظام هو جزء من المشروع واللي هو أي بالزبط يعني أنا شايف إنه الراجل حتى بيقال إنه هو عضويته مشتوبة من أيام المجلس السابق ومع ذلك النهاردة بيفعل ما يحلو له بيعمل كل حاجة ضد رغبة وضد نادي الزمالك ورغبة جماهير نادي الزمالك فأرجو من مجلس الإدارة إذا سميناه مجلس إدارة الحالي المؤقت إنه لو سمح يمنعه هذا الرجل من الظهور أمام الشاشات إذا كنتوا بتدوروا على إن الزمالك يبقى بلا مشاكل إبراهيم عبدالجاوي رايح إذا كان الأمر بالنسبة لكم موافقين عليه وقال ريدي جميل وإنتوا شايفينه كويس يبقى أوكي خليه في مكانه المسألة عندكم إنتم وإنتوا اللي تحسبوها طيب صحيحين النهاردة كلنا موضوع تالت مهم جدا على وضع حجر الأساس لستاد النادي الأهلي الجديد طبعاً ببارك للنادي الأهلي هذه الخطوة اللي أنا شخصان مش فهمها يعني إيه أعلن عن وضع حجر أساس لستاد بدون تكاليف إنشاء وبدون رسومات يعني هيا المشكلة في حجر أساسة حتى النهاردة بمشاركة وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي وزير الإسكان تقريباً ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أنا لو سألتني شخصان عن هذه الخطوة هقولك لا ده شو انتخابي انتخابات النادي الأهلي فضلها طالت أربعة شهور ومن المهم جداً إن رئيس النادي الحالي يدخل لانتخابات الجاية وفي عنده باور وهو أستاد النادي الأهلي الجديد هيتعمل إزاي؟ هيتكلف كام من الشركة اللي بتتولى الإنشاء فين رسومات النادي بلح مفيش على العكس من الزمالك لما فكر يعمل استاده من فترة في وجود مرتضى منصور قدم شركة وطنية تولد لتنفيذ المشروع أو كان مفروض إنها تنفذ المشروع وكانت فلوسه موجودة ومرتضى منصور قال إن الزمالك مش هيتكلف مليمه واحد على خزينة النادي الزمالك ولا خزينة الدولة يعني هيا المسألة إحنا دينا ظهرنا لمشروع كبير كان مفروض إنه قائم وعندنا الأدوات بتاعته هذه الصورة بتاعتنا هو اللي عندنا الدكتور أشرف صبحي قبل أن يصدر بشهور قراره بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك أنا معرفش هو في اللقطة دي كان عارف إنه هيجمد المجلس ولا كانت المسألة إزاي؟ ما علينا المهم إن الصورة دي بتوضح إلى أي مدى الزمالك للأسف ما عندهش ظهر الزمالك ما عندهش حد ما عندهش مجلس إدارة قوي يقدر يباشر مشروعاته ونشاطاته اكتفينا بمجموعة من التصريحات ومن الكلام اللي مش جايب نتيجة وفي النهاية راح أستاذ نادي الزمالك طي النسيان راح لقب نادي القرن اللي كان بيعافر عليه رئيس نادي الزمالك طي الكتمان راح تلعيب الكبار وأقولهم ساسي اللي يقال إنه تقريبا جدد أو تعاقد مع نادي بيرامدز أو غير نادي بيرامدز هي أخبار شبه مؤكدة إن الرجل مش قاعد لإنه ما فيش فلوس طبعا هذا التضارب وهذا عدم الاستقرار الموجود في النادي وعدم تواجد سيولة مالية مش بتهدد فقط استقرار فريق كرة القدم لأ أنا من وجهة نظر بتهدد استقرار كل الألعاب الجماعية في نادي الزمالك